اشتركوا في القناة محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلما تسليما كثيرا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد هذه محاضرة في موضوع اجتماعي عظم خطره في مجتمعنا الإسلامي في عصر مادي غلب على الناس غلب على الناس اللهث فيه وراء حوائج الحياة اليومية عصرٌ سريعٌ وقعه كل من قابلته قال مشغول وهو بغير شغل إنه موضوع صلة الأرحام والأقارب كان الأقارب قبل وقت ليس بالبعيد يسكنون في بيتٍ واحد الأب وأولاده وزوجاتهم وأبنائهم يتعارفون ويتآلفون ويتراحمون يأكلون من قدرٍ واحد وفي صحنٍ واحد ويتزاوجون فيما بينهم يصدرون عن رأيٍ واحد في أمور معاشهم ومعادهم المال شركةٌ بينهم أبناء العمومة كأنهم إخوان أبٍ وأم وزوجات الإخوان كأنهن أخواتٌ على الرغم من تباعد الأنساب ثم دار الزمن دورته كما يدور الرحع الحب فتغير تحوال الناس فأخذ الناس أول ما أخذوا في التباعد في المساكن فأول ما يفعله الولد إذا أراد زواج يجهز بيتاً مستقلاً عن منزل والديه ويستقل عنهم في المأكل والمشرب حتى توسعت البلدان وتباعدت بهذا السبب وبدأ تباعد القلوب ينمو شيئاً فشيئاً بسبب تباعد الأبدان حتى وصل الأمر بالناس ألا يعرف الأخ أبناء أخيه ولا الأبناء أبناء عمومتهم فضلاً عن الأرحام الأباعد إنها قضية القضايا ورزية الرزايا وثالثة الأثافي وقد شدد الشرع في أمر السلة والقطيعة حيث جعل الله ذلك قرين الإفساد في الأرض ورتب عليه اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وحكم على صاحبه بالصمم في أذنيه عن سماع الحق والعمى في بصره عن رؤية طريق الحق والخير فقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إن قضية مثل هذه يجب العناية بها أيما عناية بحيث توجه لها الدراسات والبحوث وينبري لها الخطباء والدعاة إن من يتأمى الواقع الأقارب والأححام اليوم يجد غالبهم بينهم شبه جفوة لا يرون بعضهم إلا في فرح أو ترح ولو حضروا في اجتماع تم تنسيقه من أحدهم رأيت بعضهم يحضر وهو ضائق متبرم ينتظر انفضاض الجمع حتى يغادر هذا إن لم يعتذر عن الحضور بعذر بارد وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعميق الفجوة حتى أصبح القريب يكتفي بإرسال رسالة جماعية لقريبه يهنئه فيها بالعيد أو بمناسبة فرح بل وصل الأمر هذه الأيام إلى إرسال بطاقة أو ملسق تم إعداده مسبقا فلا حولا ولا قوة إلا بالله والله المستعان وأعظم من ذلك القطيعة والشحناء عند أمور تافها فتجد الأخ يهجر أخاه والأخت تهجر أختها وزوجة الأخ تهجر زوجة أخي زوجها بسبب اختلاف الأولاد فيما بينهم ثم يعمقون هذه القطيعة في أنفس الأولاد وأدهى من ذلك وأمر ما يحصل بين الورثة في الميراث من اختلاف وتناحر وتدابر وهذا والله كله يؤذن بخراب الديار وتلف الأموال مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال بصلتهم الأرحام رواه الطبراني وإسناده حسن إن من مقاصد الشريعة العليا جمع كلمة المسلمين والتآلف فيما بينهم ونشر المحبة ونبذي الكره والحقد والحسد والبغضاء هذا بين عامة المسلمين فكيف بخاصتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد ولا تناجس ولا تباغض ولا تدابر ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب إمرهم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم رواه مسلم وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة وتضافرت على الأمر بسلة الرحم والنهي عن القطيعة فأعظم آية في كتاب الله يقشعر لها البدن تأمر بالصلة وتحذر من القطيعة وتصنف القطيعة من كبائر الذنوب حيث رتب عليها اللعن فقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن الآيات التي توصي بصلة الأرحام قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالواردين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وقال تعالى ليس البر أن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وقال تعالى وعبدوا الله ولا تسركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر التبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ومما ورد من الحديث في تعظيم أمر الرحم والقرابة ما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تسرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لوم تلائم وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل الرحمة رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس قبله وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وابن ماجه وابن ماجه واللفظ له وذكره الألباني في الحديث الصحيحة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم رواه أحمد وإسناده صهير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم مظاهر صلة الأرحام فتح البيوت لزيارة الأقارب وعدم الاعتذار عن استقبال لأمور يمكن تأجيلها ومنها الاتصال بالأقارب ودعوتهم وحثهم على التواصل وعدم انتظار الاجتماع الكبير ومنها ترتيب دورية بين النساء مع بعضهم والرجال مع بعضهم في المنازل خاصة لرفع الكلفة الطاردة للألفة وعدم التكلف أو التكليف ومنها قيام أحد حكماء الأسرة بلمش من الأسرة طوال العام وحل جميع العراقيل والمشكلات التي قد تعرض للتواصل ومنها الاهتمام بالشباب والشابات وإشعارهم بأهميتهم في بناء جسور التواصل وذلك بتوجيه الدعوات الخاصة لهم بأسمائهم لحضور الاجتماعات العائلية والترحيب بهم عند دخولهم وأثناء جلوسهم وأخذ آرائهم والاهتمام بها وتكليفهم بأعمال قيادية في محيط الأسرة ومنها تبادل الهدايا بين الأقارب في غير مناسبة تبادل الهدايا بين الأقارب في غير مناسبة من طعام وغيره فإن الهدية تسل السخيمة من القلب كما تسل الشعرة من العجين مع عدم التكلف في هذه الهدية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشات ومنها قيام من له جاه من أفراد الأسرة بتقديم الخدمات لجميع أقاربه من شفاعة حسنة ونحوها ومنها تلمس المحتاجين من الأقارب من قبل الموسرين من أفراد الأسرة وتقديم العون لهم إما من الزكاة أو من الصدقة فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة والأقربون أولى بالمعروف ومنها المبادرة بالاتصال هاتفيا عند البعد أو الزيارة بدنيا عند القرب ومشاركة الأقارب والحام أفراحهم وأتراحهم وعدم الاكتفاء بالرسائل النصية أو الملصقات الإلكترونية ونحوها مما يشعر بعدم الاهتمام ومنها إجابة دعوة الأقارب للأفراح والمشاركة في استقبال الضيوف والترحيب بهم حتى تكون المناسبة كأنها لك فهذا له وقع كبير في قلوبهم ومنها التعريف بقريبك أثناء الاجتماعات غير العائلية وإظهار مكانته في الأسرة والاعتزاز به ومنها الذب عن عرض قريبك والتماس العذر له وتهوين ما بدر منه فكل ابن آدم خطاء وعل له عذر وأنت تلوم هناك معوقات لصلة الرحل نجملها أيضا في الآتي المبالغة والتكلف في الحفلات والأفراح في الطعام واللباس والزينة ومنها المبالغة في تأثيث المنازل وتقديم الوجبات الخفيفة ومنها الاعتذار عن استقبال الزائر أو المستأذن أكثر من مرة وعدم اقتراح وقتا مناسبا للطرفين يكون بديلا ومنها عدم الاهتمام بالقريب إذا حضر حتى يشعر أن حضوره وعدم حضوره سواء وعدم السؤال عنه إذا غاب ومنها شعور الزائر باستثقال المزور لهذا الزائر وهذا يظهر جليا للزائر اللماح ومنها عدم رغبة البعض بأن يعرف الغير أحواله حتى في أدفه الأمور والتكتم على كل شيء وهذا يضع حاجزا كبيرا بين الزائر والمزور يجعله يحاسب عند كل كلمة يتكلم بها ومنها الإثقال وإطالة زمن الزيارة أو زمن المكالمة الهاتفية وعدم اختيار الوقت المناسب وكثرة التردد على القريب فقديما قيل زر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أظناه الملل ومنها أيضا التنصل من القيام التنصل من القيام بجمع الأقارب فإن لك حقوق وعليك حقوق والمشاهد والمشاهد أن كل فرد قادر إذا وافق الأمر هواه ومنها إلغاء الإجتماع بسبب غياب بعض أفراد الأسرة ومنها الفضول من البعض وتتبع الأحوال والاستقصاء في السؤال عن الخصوصيات مما يجعل الشخص ينفر من حضور الاجتماع أو من الشخص المزور ومنها كثرة اللوم والعتب على القطيعة والتقصير في التواصل مما يجعل الشخص ينفر من حضور الاجتماع أو من الشخص المزور أيضا ومنها إظهار النقد في المظهر الشخصي والشخصية مما يجعل الشخص ينفر أيضا من حضور الاجتماع أو من الشخص المزور ومنها أيضا شعور الآخرين باستحواذ أحد أفراد الأسرة بالحديث دون بقية الحضور مما يجعلهم يستثقلون الجلسة ومنها أيضا الحديث في موضوعات خاصة لا تتناسب واهتمامات بعض الحاضرين أو الاقتصار على أحاديث جانبية أو إلقاء الدروس العلمية والمواعد ومنها إنكار المنكر على شخص علانية مما يجعل الشخص ينفر من حضور الاجتماع أو من الشخص المزور ومنها أيضا ممارسة بعض المنكرات أثناء الاجتماع وفرضها على الباقين هناك أسباب معينة على الصلة نجملها أيضا فيما يلي استحضاروا أن الصلة طاعة من الطاعات لرب الأرض والسماوات ومنها استحضاروا أن الواصل ليس بالمكافئ ولكن من إذا قطعوا الناس وصلهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها استحضار خطأ قول العوام الحق لي بحيث لا يبادر بزيارة الأقارب بدعوى أن له الحق في الزيارة ومنها أيضا استحضار النتائج الطيبة المترتبة على زيارة القريب القاطع ومنها إشعاره بتقصيره كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل بقوله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون عليه قال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك رواه مسلم هذا ما اتسع له الوقت في هذه المحاضرة في هذا الموضوع المهم وإلا فإن الموضوع ذو شجون ويكفي من القلادة ما يحيط بالعنق أسأل الله أن ينفع به وصلى اللهما وبارك وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر